امبارح الرئيس الامريكي طلع امبارح مساءً كده كان الاول عمله خبر سريع اخر النهار قالك انه الرئيس الامريكي جو بايدن هيتكلم في المساء عن الشرق الاوسط ده كان بيان مقتضب جداً من البيت الابيض امبارح طلع امبارح الرئيس الامريكي في مؤتمر صحفي اتكلم على خارطة طريق حول ما يجري فيه قطاع غزة واتكلم على ثلاث مراحل واتكلم على مصر واتكلم على قطر واتكلم على الامريكا ان الدول التلاتة ودورهم مسؤوليتهم قبل ما نروح لي المراحل التلاتة خلينا لانه فيه تطورات دلوقتي مصر دلوقتي مطلعة بيان تدعو بيان صحفي مشترك صادر عن جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الامريكية تدعو كل من الولايات المتحدة الامريكية وجمهورية مصر العربية ودولة قطر مجتمعين بصفتهم وسطاء في المناقشات الجارية لضمان وقف اطلاق النار في قطاع غزة واطلاق صراح الرهائن والمحتجزين كلا من حماس واسرائيل لابرام اتفاق يجسد المبادئ التي حددها الرئيس بايدن في 31 مايو اللي كان امبارح ان هذه المبادئ تجمع مطالب جميع الاطراف معا في صفقة تخدم المصالح المتعددة ومن شأنها ان تنهي بشكل فوري المعاناة الطويلة لكل سكان غزة وكذلك المعاناة الطويلة للرهائن وزويهم ويقدم هذا الاتفاق خارطة طريق بوقف دائم لاطلاق النار وينهاء الازمة ده البيان المصر الصدر الان قبل قليل طلع بيان من قطر وبيان طلع من امريكا لكن ماذا عن خارطة الطريقة التي طرحها بالامس الرئيس الامريكي جو بايدن نشوف مع بعض ادي نشوف مع بعض خارطة الطريق كلم الرئيس الامريكي جو بايدن مبارح على ثلاث مراحل مرحلة اولى قدامناه صفقة من ثلاث مراحل بايدن يطرح خارطة انهاء الحرب في غزة في خطاب موجه الى الشرق الاوسط مرحلة الاولى وقف اطلاق النار لمدة ستة اسابيع ده رقم واحد رقم اتنين اللي هو البند التاني اطلاق صراحة الرهائم ده في المرحلة الاولى عودة سكان شمال القطاع الى مناطقهم طبعا ما فيش مناطق ولا فيه بيوت ولا فيه شيء ولكن ده بند من ضمن البنود المرحلة الاولى كمان واللي مش موجود هنا الانسحاب من جميع انسحاب مين القوات جيش الاحتلال الاسرائيلي ينسحب من جميع المناطق المهولة من السكان يبقى هنا وكمان البند الرابع البند الرابع يبقى فيه ثلاث بنود قدامنا البند الرابع في المرحلة الاولى انسحاب جيش الاحتلال من جميع المناطق المهولة بالسكان البند الخامس ادخال 600 شاحنة يوميا يبقى فيه خمس بنود في المرحلة الاولى بعد ذلك فيه المرحلة التانية المرحلة التانية اللي طرح انبارح الرئيس الامريكي يتم فيها تبادل جميع الاحياء هنا كمان معلش المرحلة ديت هيبقى فيها مجموعة من الصراح رهائن او سجناء المرحلة الاولى مرحلة التانية يتم فيها تبادل جميع الاحياء اللي هما سواء هنا او هنا من المحتجزين بمن في ذلك الجنود الاسرائيليون يبقى هنا بنتكلم على المرحلة التانية والمرحلة التانية البند الاساسي المهم وقف نهائي للحرب يبقى المرحلة الاولى هنا بنتكلم على وقف اطلاق نار رمودة 6 اسابيع المرحلة التانية بنتكلم على وقف نهائي للحرب بعد انتهاء الست أسابيع أو شهر ونص أو ممكن تمتدي إلى شهرين ممكن تمتدي إلى شهرين هنا نتكلم على وقف نهائي للحرب قد تستغرق هنا حتى الرئيس الأمريكي قال كده مبارح إن الموضوع ممكن يطول عن الست أسابيع الممكن يطول شوية لأنه قال هنا حتى هو قال الرئيس الأمريكي مبارح إنه قال ده إنه هيبقى فيه خلافات قال لك المرحلة التانية دية هتشهد خلافات ما بين إسرائيل وحماس على الشروط وعلى إجراءات الخاصة الواردة في المرحلة التانية وقال هنا المرحلة التانية ممكن تستغرق وقت أطول من الست أسابيع وبالتالي إنه ممكن تزيد شوية ولكن هنا كمان قال في المرحلة التانية جو بايدن مبارح قال إنه مصر مع أمريكا مع قطر التلاتة هيضمنوا هيضمنوا وقف إطلاق النار بين كل الأطراف وهيضمنوا مصر وأمريكا وقطر هيضمنوا كمان استمرار المحادثات ووصولا للتوافق بين الأطراف بالكامل يعني هو قال كده كمان في كلمته إنه دول التلاتة مصر مع قطر مع الولايات المتحدة الأمريكية هيضمنوا استمرار وقف إطلاق النار وهيضمنوا كمان استمرار المباحثات بين الأطراف المعنية سواء حماس أو إسرائيل لازم يستمروا يبقى في ضمانات مصرية أمريكية قطرية لضمان طبعا مصر وقطر مع حماس وأمريكا مع إسرائيل وإحنا كمان أيمين بدور ولكن هو الدور الأمريكي مع إسرائيل بشكل واضح بشكل أساسي يعني إسرائيل بتخضع فقط للولايات المتحدة الأمريكية ولكن إحنا نؤثر على حماس إحنا وقطر نؤثر على حماس المرحلة التالتة اللي تكلم عليها الرئيس الأمريكي كمان إعادة الإعمار إعادة إعمار قطاع غزة هنا الرئيس الأمريكي برح تكلم على الدولة العربية والمجتمع الدولي يتولى إعادة إعمار قطاع غزة وزي ما قال كده بناء المدارس المنازل المستشفيات وده يعتبر خارطة طريق جديدة أو خارطة طريق نحو حل أو وقف إطلاق النار نحو عودة الهدوء نحو الإفراج عن الرهائن نحو إطلاق صراح السجناء نحو تحرك جديد نحو إفراج عن المحتجزين من النساء والأطفال هيكون ده في المرحلة الأولى إفراج عن الرهائن من الرهائن والمحتجزين من النساء والأطفال وكبار السن ده هيكون في المرحلة الأولى طبعاً لو تم هذا الأمر أعتقد أنه ممكن يكون فيه بوادر إيجابية ولكن على بال ما نخلص هذه البوادر إذا تمت يعني زي ما بقول كده زي ما بقول لو تمت معنا خمس ست شهور لجاية خمس ست شهور جايين يعني معنا لحد الانتخابات الأمريكية لو احنا منتكلم على مراحل كل مرحلة تاخد شهر ونص مرحلة تانية تاخد أكتر من شهرين ونص شهرين مرحلة تانية تاخد أكتر من شهرين ونصف